نبيل حاجي مهما هل بلغك وثيقة فيها قدمتها عبير موسي ودستور الحر وكانت موضوع ندوة صحفية لتكلم على مثق يمضى بين الأحزاب ونجم يجيب 130 نايب ونجم يغير هذه الحكومة يجيب حكومة ما فيهاش الأخوان جاي هو أنا لم يبلغني اسمعت هذا اليوم في الإعلام ونحن البارح للكتلة الديمقراطية مزلنا في اعتصام من هر 8 ديسمبر واعتصامنا احنا اعتصام ناس بعقلها ناس متحذرة ناس تعمل السياسة بتحذر رغم اللي احنا معتصمينه نظمنا يوم برلماني خصصناه لعلاقة البرلمان بالاحتجاجات والمطالب الاجتماعي اللي نشوفوها في البلاد اليوم تتنامى معناها من كل الجهات من كل الفئات علاش عابير موسي ونحن في اليوم معناها عنا جمعة في أسبوع جهات يعني تقريبا ما ثماش نواب خلاف النواب المعتصمين اختارت أنه ندوة صحفية متاحة تعملها في نفس اليوم اللي عاملين فيها احنا اليوم البرلماني وعلاش في مزلس نواب الشعب مش في مقر الحزب متاحة في حين أنه اليوم ماهيش نواب مرشون اكزرسيس ما ثماش لليجين أسبوع الجهات أسبوعي الجهات بالضبط واضح أنها للتغطية على النشاط اللي نقوم بها احنا خليني نوصف توصيف عابير موسي تتقنوا الهرس للسياسي أعطيت هرس الجميع فقط ليتبين أن عابير موسي هي القائدة أنا لحقيقة تفاصيل بمبادرة متاحة ما نعرفهش سمعتكم مقبيلة في الساعة الأولى من البرنامج ما طرحته تطرحوا على حلفاء راشد الغنوشي وحركة النهض وأساسا على قلب تونس خلينا نذكر اللي احنا صوتنا مع صحب الثقة مع راشد الغنوشي دونك الطلب هذا تتوجه به لمن لم يصوت على صحب الثقة دونك لسنا معنيين بمبادرة عابير موسي لا احنا عنده عندما يطرحوا ساحب ثقة مرشد الغنوشي سونوا صوتوا مع ساحب الثقة حتى من عابير موسي حتى من أي طرف ما بصفة قانونية سوحي جاءت جلسة عامة فيها ساحب ثقة سينوا صوتوا على ساحب الثقة مرشد الغنوشي تحب بعد نبين الكاليش كونوا مع حكومة مع شكون ما عنده صوتوا بصفتها شنو موقتك تعمل في هرسلة سيسي بصفتها عنده ستاش نايب في مجدد لاحظة لاحظة موهية حسبت قالت عندها مية وش وثلاثين كتناحية ستاش نجم نعمل حكومة راه ندعوها بها تحسب مليح تحسب مليح قبل ما تعمل هرسلة كي العادة من الأفلام اللي عتدنا بيها ونصيحة أخرى راه وكي كل يوم تعمل حاجة كل يوم كل يوم هم دوزي شوية ميش مستحق لنصايحك ميسيلش تمضي ومتخزرش من نصايح فالتمضي أين شاءت العبرة بالخواتيم كيش توقع الخواتيم نبي الحاشي الله أعلم ستسيلوا مياههم تحت الجسر من هنا للفين واربع وعشرين